بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم اليوم إن شاء الله بدنا نكمل الجزء الثاني من الشبطة الأول اللي تكلمنا فيه على Foundation of Psychiatric Mental Health Nursing احنا أخذنا في الشبطة السابق إذا أنتوا متابعين معنا ولازم تكونوا متابعين معنا اللي هو تعرفات للسيكاتريك منتال هيلث نيرسنج تمريض الصحة أو الصحة النفسية اتكلمنا عن الفرق بين المنتال هيلث والمنتال إلنس وتكلمنا بتعرفات وتكلمنا عن معايير فقط معايير اللي بتنطبق على الإنسان لما أقول له أنه عندنا المنتال هيلث يعني عنده صحة عقلية جيدة أو أحد عنده منتال إلنس إيش المعايير برضو التي تنطبق عليه عشان أسمي هذا عنده أمراض عقلية بعدين اتكلمنا عن المبادئ الرئيسية التي تربط بالعلاقة ما بين النيرس أو ما بين السيكاتريك نيرس اللي هو ممرض الصحة النفسية وما بين الكلاينت بين جوسين اللي موجود عندي في المستشفى أو العيادة أو اللي أنا بزوره حتى في المنزل كسيكاتريك بيشن اتكلمنا على أول نقطة من ضمن النقاط أو من ضمن البرينسيبلز أو الجايدلاينز الجايدلاينز اللي هو عبار عن خط الإرشاد اللي بدي يرشدني على تطوير العلاقة والحفاظ عليها إنه أول نقطة من المبادئ هذا عشان أحافظ على العلاقة هذه لازم تكون ثرابيوتك مش سوشيال قلنا تكون هي علاقة علاجية وليست علاقة اجتماعية وتكلمنا على تفاصيلها تكلمنا على الباوندرز وكيف أنا مخترقش الباوندرز الباوندرز قلنا منزل حدود وكل مريض أي كان حتى لو كان مريض مش معناها إنه إنسان ضعيف أو معناها إنه إنسان انتهك حرماته أو انتهك حدوده أنا إلي حدود كلاينتس متعدهاش وبالتالي عشان أكون أنا فاهم إنه العلاقة هذه علاقة علاجية مش علاقة اجتماعية غالباً لازم تكون الحدود عنده واضحة وحتى كمان يكون أوضحها للمريض إنه هذه حدود وهذه أشياء مش لازم نتجوزها ومش لازم نتكلم فيها كلام يتعلق بخصوصياته بشكل سافر أو بشكل خلينا نقول عميق إلا إذا كان الحالة المرضية تستدعي الدخول في ذلك لأنه في عنا يعني أمثلة على ذلك إنه إحنا يعني أنا شفت بلاب مثلاً إنه والله بخش على المريض النفسي ما هو المريض النفسي هذا زي ما قلنا المصطلحات بتاعتنا ما هو أهبل ما علش ممكن أخليه يعمل لي أي شيء يروح يعمل شاي يروح أخليه يعمل حركات أصير أضحك عليه أخليه أضحوك أخليه كذا أنت هيك اخترقت الباوندرز اخترقت حدوده وانتهكت حقوقه وعملت يعني عملية إجرامية في حق المريض هذا أنت جاي عشان تعالجه أو جاي عشان تساعد في علاجه مت جاي عشان تخليه أضحوكه فهذا مثال أو مثال بسيط على اختراق أو عملية انتهاك حقوق أو انتهاك حدود المريض من ضمن المبادئ أو من ضمن المبادئ الرئيسية لازم نركز عليها في العلاقة التي تربط الممرض النفسي بالمريض اللي هي التركيز على يعني تركيزي دائما على العلاقة والقضايا التي تخص مش التي تخص النيرز أو علاقات أخرى يعني أنا جاي لقضية محددة بركز فيها بحكي فيها بتكلم فيها بحلل فيها مش روح أخضع قضاياي أنا الخاصة فيه آه والله أنا زهجان من الحياة والله أنا بعطوني راتب مش كويس والله أنا كذا والله أنا كذا هذا ما له داخل فيه المريض هو جاي أو أنت جاي لقضية محددة أو روح أتكلم في السياسة أظهر إيشوز أو أتكلم في الرياضة أو أتكلم في كذا أو أتكلم في كذا هذه قضايا ثانوية أو قضايا مش مطلوب منك تتكلم فيها التركيز زمان عن الكلايين والتركيز دائما على قضايا الكلايين مش القضايا التانية حتى لو الكلايين شدك باتجاه القضايا الأخرى لازم ترجع وتركز على القضايا اللي تتعلق بالكلايين وبدي أكون تركيزي وبدي أكون الهدف بتاعي واضح is the bare bossful and goal directed يعني العلاقة لازم تكون علاقة مهدوفة وإلها هدف واضح. العلاقة المهدوفة وإلها هدف واضح بتريح بمعنى تاني إن أنا لما أكون العلاقة أنا بأعملها علاقة علاجية وإلها هدف معناها الأمور بتكون واضحة والحدود الطريقة اللي أنا بأكون ماشي فيها بتكون واضحة objective versus subjective يعني المبادئ الرئيسية للعلاقة لازم تكون objectives ايش يعني objective objective يعني موضوعية ايش يعني موضوعية موضوعية لازم تكون عمليا تستطيع انك تراها تستطيع انك تحددها تستطيع انك تقيسها مش subjective كلام في الهوى وكلام مالوش يعني خلينا نقول بداية شخصية ايش ناية means subjective لما تكون العلاقة علاقة subjective علاقة subjective يعني علاقة ملهاش بداية ملهاش ناية علاقة سايحة في بعض علاقة متداخلة في بعض علاقة انا مش قادر احددها مش قادر اق difference مش قادر اقول كيف البداية كيف النهاية وقت ش انت لا العلاقة لازم just objectives objectives تكون موضوعية واضحة المعالم رودماب الى خريط الطريق تكون فيها بداية وفيها نهاية وفيها وقت ش انا عمل working واكتش عمل ترمينيشن واكتش أنهي العلاقة هادمينز بتكون العلاقة علاقة objectives لكن لما تكون subjective العلاقة سائحة طب تعالي اليوم نتكلم عن كذا طب تعالي اليوم نتكلم عن كذا طب ايش رأيك انا يا الله زهجاني اليوم طب ايش رأيك نتكلم عن قضية كذا بنفعش لازه تكون objectives تكون لها بداية وإلها نهاية وتكون واضحة المعالم النقطة الرابعة time limited interaction يعني العلاقة اللي بتربطني اي علاقة في الدنيا بنسميها علاقة مفتوحة لأنه علاقة مفتوحة بمعنى علاقة صحبية وعلاقة صداقة وعلاقة كذا لكن علاقة بينه بين المريض لازه يكون فيها وقت محدد كيف يعني فيها وقت محدد يعني أنا اليوم بدي أجي أعمل انترديو مع المريض بفعش رأيك قاعد ساعة و ساعتين العلاقة بينه بين المريض أو المقابلة بينه وبين المريض لا تتجاوز الـ 45 دقيقة يعني من نص ساعة لـ 45 دقيقة فقط لغير فعش رأيك قاعد معاه طول النهار عندك بتقول لي والله الاستاذ قال لي وقعد معك طول النهار اوكي انت كطالب بتتدرب مش مشكلة لكن عمليا لما تكون انت ثرابيوتك او ثرابيست يعني انت عمليا انت الان معالج او انت عمليا انت بدك تعالج المريض او انت بدك تيجي تشتغل مع المريض تختلف الامور لما تكون طالب لما تكون طالب انت بتتدرب لكن لما تكون انت معالج العلاقة لازم تنتهي او لازم تكون واضحة لازم تكون الأناقة تكون إلها أو اللقاء لازم تكون له وقت محدد والوقت المحدد لا تتجاوز الخمسة ربعين دقيقة شو ظلني 3-4 ساعات مع المريض المريض يميل منه وأنا ميل منه العملية لازم تكون لها وقت محدد إذن هذه مبادئ إذن المبدأ الأول ثرابيوتك مش سوشيال لازم تكون لكلاينت فوكس جول ديركشن واضح لازم تكون أبجكتف لازم تكون هلا تايم ليمتد انتر اكشن طيب بالأل ستيجز اللي بمر فيها هل فيها إلى مراحل آه طبعا إلها مراحل طب إيش المراحل اللي بمر فيها العلاقة بين لكلاينت أول مراحل من المراحل تسميها بري اوريينتيشن بري اوريينتيشن هي قبل الانتر اكشن مع المريض بري اوريينتيشن يعني ما قبل التعارف لسه أنا بدي أجمع داتا لسه أنا بدي أروح وهذه كتير إحنا بنشوفها في المستشفى السيكاتر الطالب أول ما يخش المستشفى بدي يروح على المريض مباشر هذا غلط أو بدي يروح أنا أختلط في المرضى هذا غلط طب هايش المطلوب مني إنكلودين جاثرينج فاكتس أو إذا صح لك إنك إنت تقابل أحد من أفراد الأسرة بكون خير وبرك ما صحش لا إذن هذه الداتا أنا بدي أجمعها قبل ما نروح للمريض أنا لسه ما جلسس مع المريض إذن أنا بدي ألم داتا بدي ألم معلومات بدي ألم حقائق يا إما من تذكرته يا إما من زملاتي والتقارير بتاعتهم يا إما من الفلو أب وتقارير الأطباء يا إما مقابلة أحد من أفراد أسرة المريض عمليا إنت لما بتبدأ تجمع داتا تبدأ تلم داتا بتصير عندك بول أوف داتا بتصير عندك كمية معلومات بركة من المعلومات الكبيرة حول المريض فإنت بتصير أوريانتد على المريض اللي رايح له فبالتالي بيصير عندك أوتو دياجنوزز إيش يعني أوتو دياجنوزز يعني إنت وإنت بتقرأ في التذكرة بتصير في عندك تشخيصات في دماغك تبلورت من خلال المعلومات اللي صارت آه والله مكتوب له تشيزوفريني أو سكيزوفريني لا والله هذا شكله مش ماشي مع سكيزوفريني هذا ماشي مع بايبولر هذا ماشي مع هذا ماشي مع هذا ماشي مع هذا ماشي مع مثلا إذن عمليا إنت بتبلش يصير في عندك أوتو دياجنوزز وهذا المطلوب في المرحلة هذه إنك إنت تبدأ تحرك مخك وتبدأ تجمع الداتا وتبدأ تشوف إيش الداتا هادي ممكن تفيدك طبعا بتصير عندك معلومات حول بتصير الأفكار تتبلور عندك الفيلنج بتاعتك بتشتغل والبرسبشن بتاعتك بتكون قبل ما تروح للمريض إذن عمليا أنا بجمع داتا بيصير عندك فكرة حول المريض بيصير حتى فيلنج باتجاه المريض آه أنا كيف أنا شاعر هذا باتجاه ممكن أنا والله المريض هذا أكون معا شوية لا أكون معا شوية لا أكون معا شوية مثلا هادي أكون معا والبرسبشن بتاعتك بتتكون وإنت لسه ما حكيتش مع المريض تمام بايز ججمينتاليزم ميرزلت بفور دي لينغوذ دي كلاينت بايز مينز المحاباة ججمينتاليزم مينز الحكم المبكر أو الإصراف في الحكم الإصراف في الحكم وهادي تنتج ما قبل الاحتكاك والتعامل مع المريض كيف يعني يعني هادي من آفات من آفات يعني من سلبياته إن أنا قبل ما روح للمريض بتصير في عندي بايز محاباة باتجاه فكرة أنا أخدتها من التذكرة إن الفكرة هادي بتقول إن المريض هادي ماشي مع دي برشن أو ماشي مع تشيزوفرينيا أو سكيزوفرينيا وبصير عندي ججمينتاليزم إن أنا حكمت ولسه أنا متعملتش مع المريض هادي خلاص انت ما مطلوب منك تحكم انت مطلبتي منك تجمع داتا وصير عندك أوتو دياجنوز لسه في عندك أفكار صير عندك فيلنج ما يصيرش في عندك حكم ما يصيرش في عندك ججمينتال نو 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 انت مطلوب فقط إنه يصير في عندك فكرة إذا صار في عندك ججمينت وصار في عندك عملية حكم وكونكلوجين معناها هذا بايز والبيز هذا بتولد عندك بشكل كبير وبالتالي بتصير أنت تتعامل مع المريض من خلال حكمك عليه وهذا أكبر آفة أو أكبر سلبي بتوجهنا اتنين المرحلة التانية من ضمن المراحل اللي بري أوريانتيشن قلنا في أنه مرحلة الأوريانتيشن فيز ومرحلة أوريانتيشن فيز هي مرحلة التعارف على المريض فهي بتأخذ يعني أنت لازم تعرف حالك تديك فرصة أنك تعرف حالك للكلاينت تقول له أنا فلان فلاني من جامعة كذا كذا أو أنا ثرابست كذا معالج كذا وتبدأ العلاقة تبدأ بناء الثقة بناء الثقة وهذا طبعا كلام نظري مش عملي يعني عملي لا تنتج الثقة من خلال أنه أعرفه على حالي أقول له أنا محمد محمودة وأنا والله عبد العزيزة وأنا والله ألاء وأنا والله مثلا رزان لا بنفعش هذا الكلام لا تنشأ الثقة بها بالكلام تنشأ الثقة من خلال التعامل من خلال الكميونيكيشن مرة على مرة لكن عمليا خلينا في النظرة إذا أنت بدأ جنسور الثقة اذا أنت عمليا بدك تفهمه وتأخذ قبوله يعني بمعنى تاني لازم يكون قابل ويكون متقبل اي بروسس بدا تنعمل أو بدا تتاك بلاس لازم يكون يعني يكون هو فهمها متقبلها وموافق عليها أنت بتشرح له إياها إنه إحنا بدنا نعمل كذا بدنا نأخذ منك معلومات كذا فتكون acceptance إليه تكون موافق عليها ويكون راضي عنها وكمان في بعض المؤسسات إحنا هكيش عن المستشفى وطالب نحكي عن ثرابيست ثرابيست المعالج في بعض المؤسسات زي مثلا ممكن تكون برنامج غزة للصحة النفسية contract between the nurse and the client may establish contract means عقد عقد إنه أنا والله مش عقد بمعنى عقد إنه والله كذا لكن إنما هو عقد شراكة إنه أنا بدي أفحص المريض كذا كذا اسمه كذا كذا يسكن كذا بعاني من كذا وأنا هكون في لقاءات أسبوعية معها لمدة مثلا تلت سبيع كل يومين كل يوم كل على حسب الموجود عندي إذن عمليا أنا بدي أحسب الكلام الموجود إذن العقد هذا لازم يكون واضح المعالم ولازم يوقع عليه مش المريض أهل المريض لأن المريض لا يملك القدرة على توقع على العقد والله إذا يملك القدرة ممكن يوقع عليه it could be formal or informal ممكن يكون العقد هذا رسمي أو غير رسمي مش مهم كيف يعني رسمي رسمي يعني يسجل من ضمن المؤسسة ويسجل ويمضى عليه وممكن يكون كمان أحيانا عند مؤسسة إلها علاقة بالقانون مش محامي لا إلها علاقة بالقانون بتكون formal بشكل رسمي وختم وكذا وممكن تكون informal informal يعني إنه ورقة بينه بينه أو verbal إنه والله أنا بدي أعمله وأنت موافق أو مش موافق إن أكيوت كير ستنج فيربال إنفورمال كونتراكت لأنه في حالات الأكيوت بنفعش أنا لسه بدي أستنى عقد وبدأ أستنى ورقة وبدأ أستنى يمضي لكن ممكن أنا أستفيد منها من خلال فيربال إنفورمال كونتراكت فيربال يعني شفهوي لكن شفهوي إشمله غير رسمي يعني عقد غير رسمي شفهوي إنه أنا بدي أعمل واحد اتنين تلاتة وأنتم موافقين أو موافقين في حالات الأكيوت في حالات الأكيوت إن أوتسايد أكيوت ستنج كلينيك فورمال كونتراكت هذا مهم إنه لما أنا يكون عند المريض خارج نطاق المستشفى أو خارج نطاق العيادة لازم يكون العقد عقد رسمي لأنه ممكن أتهم في قتل ممكن يصير فيه جرائم سرقة ممكن تكون اجدخلك ليش رايح مين قالك مين قالك لا يعني أنا فيه معي عقد والعقد هذا بديني صلاحية إنه أنا عالج الشخص هذا وهي موقع عليه لكن لما يكون داخل المستشفى أو داخل الرعاية بتاعته في حالات الأكيوت ويكفي الكلام الشفاوي إنكلود يعني العقد هذا يحتوي على اكسب ليننج ذا بيربوس أوف ستنج ليش الأهداف الموجودة عندي أنا ليش أنا بدي أشرح له الأهداف الموجودة في المستشفى بتاعته ليش أنا بدي يعني ليش أنا جاي أو ليش أنا جاي أو ليش أو إيش أنا بدي أعمل لك كهدف أنا إيش بدي أعمل لك داخل الستنج بتاعته إيش أهداف الستنج بتاعته إيش أهداف المستشفى بتاعته كمان إيش ممكن تقدم لك المستشفى بتاعته أو بتاعته expected result إيش النتيجة اللي ممكن نوصلها أنا وإياك فيما بعد لو والله لو كمان شهر أو شهرين on time appointments والوقت والموعيد المحددة للقاءات كمان in some times أو in some things prevent appointment في بعض الأحياناً أو بعض إذا والله في بعض الأشياء إذا والله منعت الموعيد أو حددت الموعيد أو مش قادر أن أخذ من الموعيد call the client ممكن الاتصال بالclient ممكن أتصل فيه والله أنا كان عندي معاد مثلاً اليوم الساعة 4 فيه ظرف منعني prevention أو prevent appointment منعتني للحضور مثلاً باتصل فيه بقول له والله أنا صار مع situation أو صار مع ظروف 1 2 3 خلينا نتفق على معاد جديد إذا هذا يعني خلينا نتفق إنه إيش يحتوي العقد إذا مرة تانية العقد يحتوي على ممكن يكون formal informal فمنا يعني وكتش يكون informal وكتش يكون informal أنا بشرح أهداف المؤسس بتاعتي إليه إيش أقدم لك خدمات أنا إيش متوقع النتيجة الممكن أوصلها أنا وإياك لما نبدأ مشوار العلاج يكون فيه موعد محددة كل حد واربعة إذا والله منعنا من الظروف من أي موعد لازم أتصل واستأذنه وغير المعاد طيب النقطة التالتة في الستيجز اللي هي نقطة نسميها مرحلة إنه أنا بدي أبدأ أشتغل مع المريض واحد قال لكلاينت take responsibilities أو responsibility for one behavior change client take responsibility client ها لكلاينت لكلاينت take responsibility لازم لكلاينت يكون عنده مسؤوليات for his one behavior change إنه هو عنده إرادة وعنده مسؤولية لتغيير سلوكه هو مش أنا اللي بدي أجبر بالعصايا ما أبا بيجبرش حدا الكلاينت لازم يكون عنده responsibilities أو عنده مسؤولية أو عنده خلينا نقول وعي أو عنده قدرة على تغيير السلوك واحد يقول لي طب واحد مريضة schizophrenia ومش دارة عن حاله أو واحد عنده مثلا مشكلة نفسية مش دارة عن حاله أنا هنا بحكيش في مرحلة الwork إنه أقعد مع مريض في حالات الأكيوت غالبا بتكون في حالات وغالبا بتكون في حالات خفيفة أو غالبا بتكون في حالات بلشت تخف الأعراض منه مع الميديكيش ومع العلاج حنيتها آه ممكن يكون واعي وصاحي وإنه أنا أبدأ أغير من سلوكه النقطة التانية يكون priorities the problem that's required immediate attention the first يعني أنا بدي أبدأ أحط الأولويات بناء على المشاكل الموجودة أيش المشاكل والله مشكلتي إن أنا مثلا مثلا بغسل داي كتير ومش مركز في حياتي مشكلتي إن أنا بتجينا أفكار سودوية بتجينا أفكار انتحارية بتجينا إذا الأب أبدأ أرتب الأفكار بناء على الأولوية للأمور اللي بتكون مستعجلة immediate أتنشل بركز عليها الأولى والله لو أنا كان عند مريض مثلا يعاني من اكتئاب وأنا بجيب أقول لك والله وأنا بحكي معه أقول لك والله أنا بتجينا أفكار سودوية والله أنا ما بكلش والله أنا بحسش بقيمة نفسي والله أنا بتجينا أفكار انتحارية وين النقطة الأولى بتركز عليها immediate attention لا الأفكار الانتحارية لأنه أنا لو صبته فأنا حيموت فإذا أنا برتب أولوياتي ومشاكل عند المريض بناء على attention the first أو بناء على الأشياء اللي بتكون موجودة أولا النقطة الأخيرة في الworking اللي هي مرحلة safety is the first safety لإلي والsafety للمريض وبالذات لإلي والمريض 2 سيال يعني safety أني أنا باهتم لما بدي أجي أحط الأولويات بتاعتي لازم أحطها بناء على إيش بناء على safety للمريض يعني أنا لما بدي أجي أحط أولويات بهمني زي ما توقلنا أنه والله أول نقطة من النقاط إيش قلنا أنه الأفكار الانتحارية إذن safety is the first بغض النظر عن أنه يتأخر علاجه وما يتأخره مش فشكل المهم safety is the first إحنا بنحكي هنا للمريض وحيانا ممكن تيجي في مرحلة تانية بس أنا هنا بقصد فيها المريض المرحلة الثالثة في مراحل stages of report أو relationship اللي هي report أو relationship بنفس المعنى أو report منزل الميتنج اللي هو termination وإحنا بنقول دائما termination هي من أهم وأصعب المراحل على المريض مش على الممر أو على المعالج على المريض وهي تكاد تكون المرحلة الفيصل ما بين الشفاء وما بين انتكاس الحالة بمعنى أن termination ممكن المريض يصير يتعلق فيك وبالذات لما تكون هناك يعني لقاءات متعددة تكاد تكون تتجاوز الست شهور فبصير ينشأ علاقة غصبا عنك وعنه أو بالذات غصبا عنه هو علاقة من نوع خلينا نقول التعود مناش نقول العاطفة التعود والتعود يخلق ملء فراغ عند المريض وبالتالي عمليا انت لما تيجي تنسحب بطريقة مفاجئة للمريض هذا ممكن حالته تنتكس وممكن لا ممكن انه والله termination هادة أهله لأنها تتحسن حالته عشان هيك منقول دائما انه للطلاب في مراحل لما نكونوا متعودين على المرضى والمرضى متعودين على الفترات زمنية طويلة منقوله قبل ما تعمل termination لازم تنبأ للعيام من قبل الأسبوع ان الأسبوع الجاي هو آخر يوم اليوم الخميس هو آخر يوم فإذا انت بتمهدو نفسيا لالtermination termination هي مرحلة النهاية begin orientation phase تبدأ طلع تبدأ من مرحلة الorientation تبدأ من مرحلة الorientation طب كيف تبدأ من مرحلة الorientation ألا لما بدي أجي أحكي الorientation بدي أجي أقوله إحنا يوم كذا كذا حروح أو يوم كذا كذا حننهي المقابلات أو يوم كذا كذا حتكون نهاية اللقاءات فهي تبدأ من مرحلة الorientation phase عند الممرض لما يبدأ يحط خطوط عريضة للوقت بجي أقوله هاي البداية وهاي النهاية زي ما قلنا توجينا objective زي ما تكون مقاسة وتكون لها وقت وتكون محددة بتكون لها بداية ولها إيش ولها نهاية فبالتالي عمليا بكون هو عارف اكتش termination المريض أجانا على العيادة أو أجانا على المستشفى خلصنا العلاجات وانتهينا ما بتضلش على علاقة معها تنتهي لا تستمر العلاقة مع المريض وبالذات لما المريض يخلص علاجه وانتهى الكورس بتاعه أو انتهى لقاءه معايا ما صرش تتصل فيه أو تتصل فيها أو كذا لا خلص انتهينا انتهينا وهذا الفنيشينج بتاعنا termination of care when the client improve طبعا المريض لما يتحسن أنا باعمل termination and nurse transferred أو الممرض أصلا ينتقل من مكان لمكان فممكن أنا أنهل علاقة ياما المريض يتحسن ياما الممرض ينتقل indig treatment may هاي ها traumatic to client traumatic trauma يعني ممكن نهاية العلاج تكون صدمة للكلينت سي ما حكينا قبل مشوية إذن المراحل لازم نكون عارفينهن pre-orientation phase orientation phase working phase termination phase مطلوب مني أعرف كل مراحل مراحل إيش بيصير طبعا بيجي في الامتحان الله مراحلة termination إيش بيصير فيها مراحلة الworking وبتهيالي الصعبة والكلام يعني بتهيالي بسيط طيب essential characteristic of successful therapist therapist means المعالج طب ليش احنا قلنا هنا معالج المعالج ممكن يكون ممرض والمعالج ممكن يكون طبيب والمعالج ممكن يكون خصائي نفسي والمعالج ممكن يكون خصائي اجتماعي فهيانا انا بحق ان المعالج بالعموم طب ليش احنا اجبناه بالعموم بالعموم لأنه هو جزء لا جزء من الصحة النفسية كمان انه انا في يوم من الايام ممكن اكون معالج يعني احنا اليوم عنا الناس اللي بتشغل في الصحة النفسية ومعظمها طمريط ومعظم هم خلصين ماجسترات صحة نفسية ومعظم هم يعملوا عمل المعالج يعمل عمل المعالج عشان هيكم نقول انه ايش المواصفات يعني المواصفات التي يتمتع فيها المعالج الناجح بين قسين ممرض اخصائي نفسي اخصائي نفسية يعني الدكتور او اخصائي اجتماع وبالذات احنا بنحكي ممرض اول نقطة empathy وهذا بتهيال الكلام مر عليكم في الاثكس ومر عليكم في مصطلحات في مصطلحات empathy placing self in the client internal perception without losing objectively or identity empathy means اني انا اتعاطف مع المريض احط حالي في داخل perception بتاعته ادراكه لكن دون ما افقد هويتي ودون ما افقد كياني ودون ما افقد دوري كمان يعني احنا دايما منقول دانيس should be empathy not sympathy يعني انا لما اكون sympathy معناها انا عملت losing لالأبجيكتيف اللي بتاعتي لكياني لكينونتي وبفقد هويتي بصير عيط معاه بصير اضحك معاه بصير لكن لا انت مطلوب منك تحط حالك مكانه تحط حالك مكان اللي برسبش اللي بتاعتك دون ما تفقد هويتك ودون ما تفقد كينونتك warmth worth معناها دافئ بس مش معناها دافئ هنا worth معناها انك تكون عمليا يعني عندك حنان عندك عاطفة عندك خلينا نقول حميمية في التعامل warmth حميمية في التعامل the nurse is holy and intentively attentive to interaction يعني انت لازم تكون عندك بشكل كامل منتبع بشكل كبير للتفاعل بينك وبين المريض and resulting in the client feeling acceptance and significance وتهتم لكل شيء له علاقة بالfeeling بتاعت المريض وتكون متقبلها وتكون اي شيء بنتج على المريض significantly اي شيء كبير اي شيء مهم مش مهم بتركز فيه واهتم فيه هاد مسميها warm يعني انتك تكون حنون تكون متفاعل تكون فيه حميمية حميمية يعني منتبه له يعني تتعامل معها بهدوء تتعامل معها بينفعال يعني لازم تكون مثلا يعني لما يحكي تحرك راسك معه تكون تكون فيه تفاعل مش هو بحكي وانت ماله في الجوال هو بحكي وانت كذا لأ تكون فيه interaction وانتبه لل interaction ويكون كمان feeling بتاعته اي شيء ينتج من مريض يكون متقبل من طرفك مش متقبل وكذا وغراف وش بعمل وش بسوي لا تكون فاهم ايش بسي جينيونس جينيونس means الصدق مش جينيونس السادة جينيونس means الصدق والصدق means انك انت تكون the nearest verbal and non verbal message اه ايش ما لها entirely concurrent with way of fields اها يعني ال verbal وال non verbal اللي ينتج عنك هادي message اه بتاعتك لازم تكون concurrent يعني متناغمة منسجمة مع feeling او مع feeling اللي بتشر فيها كيف يعني يعني قدر الامكان انه feeling بتاعتك والطاطف والمريض لازم تكون جيدة بمعنى ايش بمعنى اي اي كلام بدك تحكي اي body image يعني body image يعني تكشيرة وجهك ابتسامتك رفع حواش بك ال eye to icon كلها nonverbal هذه المسج هذه لازم يكون concurrent ملائمة متناغمة مع الفيلز مع الفيلز بتاعتك يعني ما هم يفعش انا اكون بقول انا بحبك وانا بنفخ اقول والله انت يعني انا مهتم فيك وانا بسمع لك كويس وانت بتلعب في الجوال اذا هناك في non concurrent ما بين الكلام اللي بتحكي وما بين الفيلز بتاعتك وبالتالي عمليا لازم تكون متناغمة اذا لازم تكون متناغمة ولازم تكون فيها مصداقية ما بين الverbal والnon verbal وما بين الفيلز بتاعتك ثلاثة unconditional positive regard يعني بالمطلق اني انا احترم او انظر للمريد بنظرة ايجابية بغض النظر بغض النظر عن الاحداث اللي دخلت المستشفى او الاحداث اللي في حياته او السيتيويشن اللي هو فيه uniqueness regardless بغض النظر على انه ايش وضعه الان اذا انا بنظر بالمطلق نظرة ايجابية وبحترم كلامه بغض النظر عن ايش الاحداث اللي جابته او ايش السيتيويشن المار فيه concreteness means use specific realistic terminology rather than vegas abstract concept في فرق بين الconcrete والabstract concrete وabstract concrete وabstract هنستخدمها بمعنايين مختلفين الان هنستخدمها بمعنى وفي المحاضرات القادمة هنستخدمها بمعنى concrete means الاشياء الحسية الاشياء الملموسة اما الabstract means الاشياء المعنوية انما اقول لك برتقالة فهي concrete في فيه عنا شيء اسمه برتقالة ممكن انا اشوفه بعناي اقول لك مثلا باب فيه اشياء بعناي انا ممكن اشوفه فبقول عنها concrete لكن لما اجي اقول لك والله الحنان والله الكراهية والله الظلم هل الظلم انا ممكن اشوفه فالظلم abstract freedom abstract الحرية الحب abstract مثلا مصطلحات معنوية فانا مطلوب مني specific realistic وراقع terminology محسوس او حسي ومش استخدم مصطلحات او مبادئ ايش قلنا عنها معنوية بمعنى تاني انما بدي اتكلم مع المريض لازم اتكلم بشيء محسوس بشيء ملموس بشيء مثبت بشيء ممكن هو يراب عينه بشيء هو بعرفه مش هو والله ما بعرفوش او ما شفوش او لا يعلم عنه شيء بمعنى تاني الشيء هو مش فهمها مش عرفها فاذا انا لازم استخدم معها المصطلحات الحسية وابعد عن المصطلحات المعنوية طيب immediacy means interaction and communication focus of interpersonal relationship interpersonal relationship ارتي عن relationship اكيد بتعفوها relationship as if exist at the moment immediacy means والله انه انا خلينا نتطفق على مصطلح باللغة العربية خلي بالكو يعني مش كل الاشياء ممكن احنا نتكلم عنها باللغة العربية بشكل هذا immediacy means يعني خلينا نتطفق العاجل او الفوري ممكن فال interaction and communication focus بشكل عاجل او بشكل فوري ال interpersonal relationship على العلاقات الشخصية as if exist اذا كانت موجودة في هذه اللحظة at the moment فانا بركز في تفاعلي في اليوم communication على interpersonal relationship على علاقات الشخصية ما بينه ما بين الكلانت او ما بينه ما بين الاخرين فmediacy means اني انا عشان اكون عندي successful لازم استخدم العلاقات والcommunication الفوري اللي انا يتقربني من الشخص عشان يصير فيه الترص relationship شمنا كيف يعني انا بمعنى تاني اني مش لازم انا استنى ولازم لا انا بدخل على ال interperson relationship وتكون علاقة وتكون بشكل فوري بشكل عاجل عشان اقدر عمل communication Confrontation means المواجهة Constructive Confrontations is necessary for the client behavior change if the client remain on war of the problem will continue to conduct life at the same self definiting patterns and will which of getting will كيف يعني يعني عمليا اني انا لازم اواجه لالكلاين بشكل بناء Constructive مش بشكل Destructive Constructive Destructive means هادم اني انا بده اجا واجه بشكل هادم انت ايش بفهمك انت بتفهمش انت بتعرفش انا اصلا غلطان اني انا بحكي مع لا Destructive Constructive اني انا واجه بشكل ايجابي بشكل بناء عشان اخلي يغير من سلوكيات وانحنا اليوم مشينا صح وهذا اشي ممتاز منك انك انت بشيت معي صح لكن في بعض السلوكيات كانت ظهر عندك احنا يا ريتن غير شوف كيف Constructive Constructive اني انا بلشت واجهه واجهة بناءة عشان استطيع اني انا اغير من سلوكه وبالتالي عمليا انا بساعد قدر الامكان اني انا اخليه غير من سلوكه وبالذات اذا كان المريض انور مش داري عن المشكلة الي بعاني منها ومش داري على انه والله السلوك هذا بتاعه لازم يتغير وبالتالي عمليا هو ممكن conduct the same self انه يستوعب ايش بصير وممكن يحاول يغير ويصير getting goal فيما بعد فيما بعد self disclosure يابا الصفحتين اخذن منه 34 دقية فيش وقت على السريع بيجر الوقت معاك طيب destructive disclosure means opening يعني انا اكون منفتح على الاخرين the nurse او volunteer personal information اكون انا منفتح على الاخرين على المعلومات ان انا اكون اخذ معلومات the ideal feeling the experience all the relevant the client concern and interest خصوصا اذا كان المريض من ضمن الاهتمامات او من ضمن خلينا نقول concern بتاعتي اذا the client volunteer او the nurse personal information المعلومات الافكار feeling the experience لازم اكون منفتح all the when relevant the client ممكن انا امفتح مع الاخرين اخذ منهم معلومات ولكن اذا كان حالة المريض بتعنيني او اذا كانت حالة الحالة او الافكار او الفيلنج هذا او الايدا ممكن تخدمني في حالة المريض او من ضمن اهتماماتي طيب نروح للجزئية الاخيرة اللي هي rules of mental health team عنا psychiatric nurse عنا psychiatric social worker وعنا psychiatrist وعنا psychologist وعنا psychiatric technician خمسة من ضمن team عنا psychiatric team هم خمسة الخمسة هدولة لازم لازم ان نكون عارفينهم لازم يكون هدول عارفينهم وادوارهم تكون معروفة لان اول اشي مس ممكن شوية نطيل في الوقت تسمحونا شوية ديون بس psychiatric social worker او خلينا نقول على اللي هو psychiatric nurse the nurse have the nurse have the most widely focused in position description of any من برول المريض او الممرض لازم تكون most widely focused position لازم تكون البوزيشن بتاعه واضح يكون كمان موسع وتكون الوصف الوظيف بتاعه واضح لكل الاعضاء الموجدين معاه والدور يكون بتاعه واضح واضح وتكون التركيز عليه وعلى description بتاعه الوصف بشكل بسيط they interact with the client in individual and group sitting لازم يكون في تفاعل يعني انا دوري ان اعمل تفاعل ما بين ال client individual وما بين ال group يعني انا ممكن ندخل المريض احيانا في group therapy يعني مجموعة من المرضى وقاعدهم مع بعض دوري ان اخلي يتفاعل مع الناس ويتفاعل مع الناس manage client care طبعا من ضمن ان اقدم رعاية دوري انا كممارض صحة نفسية ايش اعمل administer and monitoring medication اقدم العلاج المناسب assist number psychiatric or physical treatment كمان اساعد في العلاجات المتعددة النفسية او الجسدية participants interdisciplinary team meeting ان انا اشترك في اللي هو الفريق المتعدد التخصصات اللي بكون موجود معي teach the client of the family اعلم اسرة العيان take responsibility for the client advocate وكون ااخذ مسئولياتي في الدفاع عن المريض وحقوق المريض وبالذات المريض النفسي وبالذات في بعض قضايا متعددة للمرضى النفسي اللي لازم ادافع عن حقوقهم سواء كان medication او غير medication act the client as advocate نفس الكلام القبله interact with the client significant other اتفاعل او اشجع تفاعل المريض او الناس مع او العائلة مع المريض والمريض مع العائلة او مع الناس الاخرين assist and intervenes the client psychiatric biological psychosocial culture or spiritual problem نازم انا كمان اقيم وعمل تدخلات للحالة النفسية للمريض والحالة الجسدية والحالة الاجتماعية والحالة الثقافية والحالة الروحانية والمشاكل هذه كلهيتها وتكون موجودة عندي وساعد في التقييمها بشكل كبير احيانا كمان احياناً من نلاقي في بعض الناس تاخد تخصصات في التمريض دكتوراه وماجستير في القضايا النفسية وفي العلاج النفسي وفي الفميلي ثرابي وممكن تتمدد وتصير كمان معالج نفسي ويكون قادر على فتح اياد خاصة في المستقبل اذا درس درسات عليا يعني في بعض بلدان العالم زي امريكا منلاقي انه النيرس ممكن يكون متخصص ويصرف ويكتب علاج ويدير الحالة بشكل كبير السيكاتريك سوشال ووركر اللي هو المتخصصين الاجتماعيين او متخصصين او خصائي الاجتماعيين can work with the client on the individual basis يعني هو فحو عمله وتركيزه على المريض نفسه على الكلانت نفسه as one individual تمام conduct group therapy ممكن يعني ممكن انا اعمل group therapy اجيب مرضى عشرة وقعدهم معاه واشجعوا في الجلوس معهم والحديث معهم لكن ضمن ادارتي انا work with the client family اه طبعا لانه هو social worker فهو بعمل مع عائلة المريض بتواصل لانه انا مش بس بالدرم المريض في المستشفى ودور بعد هيك على اهله وعيلته وناسه لا بحطه في المستشفى وانا باتصل في العائلة تيجي تزوره ويكون فيه تنصيق بيني وبين الاسر وحتى المريض لو روى على البيت كمان ممكن نعمله زيارات ميدانية وزيارات عائلية اه 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 اكت لايازون ود كوميونيتي تيك بلايس كلايانت افتر درشاش هيقولناها انه اربط لايازون اسمينز اربط اعمل كتربيت ما بين الكوميونيتي تو بلايس كلايانت افتر درشاش يعني المريض لما يروح برمهوش في البيت وبصير هو استجما او اسكر عليه الباب بالمفتاح او حطه في مغارة او جنزر او حط جنزير لا اليوم العالم بتكلم على انه المريض النفسي لازم نشركه في المجتمع فانا دوري كالسوشال ووركر اشرك الكلايانت هذا بعد نخروجه بالمجتمع ليش لانه لازم يكون هو جزء له تجزء من المجتمع وبالتالي عمليا لابد ان يكون هناك هناك حلقة وصل ما بينه وما بين المرضى النفسين مش كل المرضى النفسين طبعا يصلحون ومشركوا في المجتمع لكن في المعظم بصلحوا عشان هيك منلاقي انه مستشفى الطب النفسي في فترة وفترات كان حيغلقوه ليش لانه عمليا بدهم يفتحوا community base وبدهم يشركوا المرضى النفسيين في المجتمع they emphasize intervention with the client in social environment in which he or she will live emphasize of intervention يعني انا بدي اركز social worker الخدمة الاجتماعية بدي اتركز الانترفنشن على المريض مش بس المريض في البيئة الاجتماعية العايش فيها يعني بدي ازوره في منزله واشوف منزله وكيف عايش ومع مين عايش ممكن هذا المريض النفسي يكون هو رب الاسرة على مين بصرف ايش الوضع الاقتصادي ايش social environment الوضع الاجتماعي طب ما هو ممكن تكون البيئة بتاعته ومنزله هو العمل له المشاكل النفسية عشان هيك انا بدي اشوفه كيف عايش كيف social environment وحاول اساعده في حل المشاكل الموجودة psychiatrist اللي هو الطبيب النفسي المتخصص هو طبيب license medical physician who specialized psychiatrist يعني هو طبيب في الاصل بدرس خمس سنوات طب او ست سنوات طب بعدين بتخصص سنتين اللي هو صحة نفسية responsibility including مسئولياته اول اشي انه لابد انه يعالج admitting client into acute care sitting يعني بيعمل ادخال للحالات الاكيوت دخول prescribe and monitoring psycho pharmacological agent هو اللي بيكتب العلاجات النفسية administer electric shock therapy هنتكلم عنها اللي هي عبارة عن الصدمات الكهربائية في حالات depression والcatatonic schizofrenia conduct individual and family therapy بتواصل مع العائلة وبتواصل مع الكلاينت participating interdisciplinary team meeting the focus in their client ممكن انا اعمل ميتن صباحي واشترك في اللي هو ال team المختلف في التخصصات يعني تمريض خصائي اجتماعي خصائي نفسي ونجتمع ونعمل ميتن على الحالة الامامنا psychologist اللي هو المتخصص علم النفس متخصص علم النفس وهو license individual with doctoral degree of psychology مش شرب دكتور الممكن بكالورس اللي هم يسمونه من رشاد النفسي او علم النفس هدول ناس محهم بكالورس علم نفس او احيان ممكن ان يكونوا ماجستير علم نفس او دكتور علم نفس لكن ناط ميديكال دكتور مش دكاترة مش دكاترة هو متخصص علم نفس او محدش قولي دكاترة يعني هم عبارة عن ممكن يتخصصوا او كونوا متخصصهم مثلا علم النفس الصغيري او علم النفس التربوي او علم النفس التعليمي هم متخصصين في علم النفس لا اكتر والاقل يجروا اختبارات نفسية trained in using tools such as intelligent qtations او qtations means انه انا هدول الناس بعملوا اختبارات نفسية للمرضى الموجودين عندي فقط لغير ممكن يتدخلوا في تعديلات السلوك ويشتركوا في الجروب ثرابي اه ممكن يتدخلوا في بعض الاشياء اه ممكن يعملوا مرومة على طباء اه لكن هم مش دكاترة طب مثل اختبارات الايكيو اختبارات معدل الذكاء وهذا احيانا بيقوم فيها اللي هو التمريض لكن الاصل يقوم فيها هو مخصص المنفس work along psychiatrist works along with psychiatrist يعني هو عمله دائما ملاصق للطبيب النفسي وبساعده في عملية الدائجنوز وبساعده في عملية التريتمينت وبساعده في عملية تغيير بعض السلوكيات او الاموشنل او المنتل لا اكتر ولا اجل خمسة Psychiatric Technician اللي هو فني يعني فني طمريض نفسية ولكن احنا مش هنحكي فيها لانه مش موجود عنا لكن هو هذا فني بيكون موجود خلينا نقول يعني ممرض دبلوم او ممرض لايسنس يعني ممرض مثلا سنو يعني نسميحنا دبلوم عملي ممكن هدولة يكونوا بيساعدوا التمريض الموجود يحمموا العيان اكلوا العيان مش اكتر من ذلك اذا احنا بنتكلم عن الرولز الرولز بتاعتنا لكل واحد فينا من التيم اذا التيم عنا Psychiatric Nurse بكون Psychiatric Social Worker Psychiatrist وبكون Psychological وبكون Psychiatric Technician احنا طولنا عليكم هنا Mental Status Examination ان شاء الله نراكم المحاضرة الجاية وبإذن الله تكون الامور واضحة واي استفسارات انا جاء